مشاهدين إذن للحديث أكثر حول التفاصيل الأمنية في العراق تحديدا في جنوب العراق في محافظة البصرة وعن التظاهرات التي اندلعت منذ أسابيع في جنوب العراق ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية دكتور مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا الأمور إذن تسير نحو التعقيد في محافظة البصرة هل يمكن القول دكتور واثق أن الحكومة عاجزة أمام تهديئة المتظاهرين وبالتالي تهديئة الأمور في جنوب العراق شكرا مساء الخير عليكم على المشاهدين الكرام المشهد معقد في البصرة وفي كل محافظات العراقية شراكة الوطنية لا تنتج شيء أنتجت فساد على مدى حكومات متعاقبة من 2003 إلى الآن صراعات سياسية تدخلات خارجية سافرة بالمشهد السياسي العراقي وبالتالي أبسط متطلبات العيش للمواطن في القرن الواحد وعشرين في بلد كالعراق كالماء والكهرباء والخدمات غير متوافرة لذلك هناك تصعيد كبير فضلا عن دخول الخط السياسي على خط التظاهرات يعني كانت التظاهرات السلمية المواطن يتحرك بالتظاهرات وفق المادة 38 من الدستور اللي كفلت لحق التظاهر معارضة لا توجد في البرلمان لكن في يوم ثلاثة تسعة التظاهرات أخذت منحة آخر في ظل عدم تشكيل الكتلة الأكبر عددا في داخل البرلمان والفشل السياسي دخلت خط التخريب الحرق الفوضى التسقيق وما حدث أمس وما حدث اليوم في جلسة مرس النواب دلالة واضحة على هذا المستوى اللي يوصل إلى العراق دكتور ما المتوقع الآن من حكومة تصريف الأعمال وهل يمكن أخذ الحكومة المقبلة بما يحدث الآن في جنوب العراق كدرس لها أنه لا تتبع السياسة التي تبعتها الحكومات المتتالية كما ذكرت حضرتك بعدم توفير أبسط الخدمات للمواطن العراقي منذ أكثر من عشر سنوات أنا أتمنى ذلك لكن لا يتحقق شيء بالأمنيات مشكلتنا في العراق لا نستفاد من أخطاء الماضي نصر على تكرار نفس الأخطاء ولاحظنا أنه كل المحافظات العراقية تعيش نفس المشاكل الحكومات المتعاقبة لم تستفاد من أخطاء الحكومات اللي سبقتها ولا مجالس المحافظات التي أتت من رحم هذه الحكومات مجرد فساد وتوزيع المناصب للأحزاب وبالتالي المواطن يعيش في مشاكل كبيرة الحكومة القادمة أيضا ستكون نفس الاتجاهات في ظل رفض جميع الذهاب إلى المعارضة في البرلمان أنا لا أثق بمشهد سياسي لا يوجد فيه معارضة في البرلمان حتى يشكل حكومة الضل ويبنأ دولة المؤسسات لذلك أشهد الآن تكالب على المناصب على الصراعات إسقاطات اليوم الكل ينتقد اللي وصل المشهد إلى الطبقة السياسية بكاملها واليوم عندما تنتقد الحكومة ومن ينتقد الحكومة هو مشترك فيها عند وزير وعند وكيل وزير وعند محافظ وعند رئيس مجلس محافظة العراق يجب أن يخطو خطوات حقيقية لبناء دولة المؤسسات بالاعتماد على التكنقراط على الخبرات التجاوز عن موضوع المحاصصة الطائفية لإدارة هذا البلد طيب دكتور لدينا خبر عاجل أن قائمتاء الصدر والعامري يطالبان بإقالة حيدر العبادي من منصبة ما رأيكم بذلك؟ هل يمكن أن يكون هذا مثلا حل يرضي المتظاهرين في جنوب العراق؟ لا طبعا الخبر هذا يعني منذ عصر اليوم وأنا لدي معلومات عنه من ليلة أمس كان هناك اجتماع في منطقة الحنانة في النجف الأشرف بين فريق من كتلة الفتح للسيد هذا العامري والسيد مقتدى الصدر أنا يعني ما أثق بكل التحالفات اللي تصير لأن هذه التحالفات تأتي بضغط خارجي أولا غير رصينة سابقا تحالف السيد العبادي مع السيد هذا العامري السيد مقتدى الصدر انتقد وقال أعزي الشعب العراقي لأنه تحالف مع كتلة الفتح بعدها تحالف السيد مقتدى مع الفتح ثم عاد واتفق مع السيد العبادي الآن هذه التحالفات من الممكن أن تتغير في أي ساعة قادمة يعني أمس أحد قيادات الفتح وفي لقاء مباشر السيد قيس الخزعلي انتقد بصورة غير مباشرة أو اتهم كتلة سائرون أو التيار الصدري بحرق مقرات البصرة قال كل مقرات نحترقت كأحزاب شعية باستثناء كتلة النواة للضم الحكمة والنصر وسائرون اليوم أكو اتفاق ويقولون أنه طالب بإقالة الحكومة كم وزير من الفتح في الحكومة وكم وزير سابق كان في سائرون وكم وزير موجود في كتل أخرى الجميع يشترك بالحكومة الخطأ يتحمل الجميع طيب بالحديث عن شق آخر من مطالب المتظاهرين المتظاهرون في البصرة يناددون بتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي في مجمل الشؤون العراقية منذ عام 2003 وحتى الآن ويوم أمس أيضا إحراق القنصرية الإيرانية في محافظة البصرة كيف تفسرون هذا التصعيد الجديد في مسار التظاهرات؟ ماذا يمثل؟ أستاذ أنا من سنوات طوال أتحدث العراق لن يتقدموا هو لاعب كبير في المنطقة في ظل رضوخ الطبقة السياسية العراقية إلى الخارج ليست إيران فقط التي تدخل أغلب دول الجوار والولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بشكل كبير في العراق وبقبول من الطبقة السياسية العراقية رسالة أمس هي رسالة للجميع وبالناسبة كان هي محاولة الاقتحام القنصرية الأمريكية هي رسالة أنه العراق والشعب العراقي لا يقبل بأي تدخلات خارجية الشعب العراقي يريد علاقات مع كل دول الجوار والعالم مبني على أساتي الاحترام وعدم التدخل بشؤون الخارجية العراق ليس للبيع هذه الرسالة يجب أن تصل للجميع وأنا أعتقد اليوم إيران استدعت السفير وربما هناك تأزهم في العلاقات بين الطرفين الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية حدثنا من بغداد شكرا جزيلا لكم